في العراق تراوح مفاوضات تشكيل حكومة جديدة مكانها وسط منافسة شديدة بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي للقوى الشيعية حيث لم يصل الطرفان بعد إلى اتفاق على تشكيل كتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة هذا هو يتوقع أن يعقد البرلمان العراقي الجديد أول جلساته في التاسع من الشهر الجاري معنا الآن من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم الشمري أهلا وسهلا بك دكتور إلسكاي نيوز عربية برأيك هل هناك سبب لهذا الغموض حتى الآن حول تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المفروض أنه طالما نتائج الانتخابات هذه جاءت مختلفة عن سابقها بحيث كان فيه فائز وفيه خاسر وفيه نية لتشكيل حكومة أغلبية أن يكون الوضع أسهل لماذا تبدو الصورة ضبابية حتى الآن برأيك مساء الخير وشكرا على هذا اللقاء المنهج القياسي يقول أنه الفرقاء العملية السياسية خلال السنوات الماضية بتشكيلات حكومية ما بعد الانتخابات الرئيسية البرلمانية هي تحسن في الساعات الأخيرة أو في الأيام الأخيرة جدا وبالتالي هناك فسحة حسب ما يراه الفرقاء أنه سبعة أيام ممكن أن تكون تفاوضات ولكن بالمجمل الاختلاف الكبير بين الإطار التنسيقي وبين كتلة التار الصدري التي أكثر عددا حصلت من خلال الانتخابات 2021 أنه الفلسفة يراد منها تغيير المنهجية كما طرحها سماع السيد مقتل صدر لا شرقية ولا غربية واغلبية ووطنية الإطار التنسيقي يذهب إلى أنه بقاء هذه الطروحات من قبل سيد مقتل صدر في البناء السياسي القادم هو سوف يذهب ما تم الاعتراف عليه في العرف السياسي في السنوات الثمان عشر الماضية وهو أنه لا بد أن تكون الأغلبية للعرب الشيعة من السياسيين العرب الشيعة والتالي هم يشكلون الأغلبية يرون بعض القيادات الإطار التنسيقي أن ذهاب سيد مقتل صدر مع السنة ومع الأكراد هو سوف يسحب البساط من تحت أقدام الأغلبية والعرفية السياسية إذا جازت تعبير بتشكيل حكومة وهذا خط أحمر جدا بالنسبة إلى بعض القيادات السياسية الشيعية لذلك هذا الاقتلاف بالإضافة إلى هناك أمور كثيرة من السلاح المنفلت منها الملفات الفساد والمحاكمة دكتور حازم هنا واضح أنه عدديا لا يمكن للكتلة الصدرية كما ذكرت حضرتك مع بعض السنة والكرد تشكيل الحكومة وتشكيل الكتلة الأكبر وترك الإطار التنسيقي في المعارضة هذا ممكن والصدر ألمح إلى ذلك لأنه هو أصلا في هذه الانتخابات كانت بشبه استفتاء على سياسات هذه الأحزاب يعني البعض يرى أن الانتخابات فرزت الأحزاب الشيعية الشيعية الوطنية نعم الشيعية التي توالي إيران ولا هي لديها ميليشيات مسلحة لا وبالتالي من المنطقي أن يكون هناك يعني تباين وأن يكون في طريق مختلف للصدر أليس كذلك بكل تأكيد المنطق العقلي يؤكد ما ذهبت إليه جنابك وهو أنه التيار مقتلف للصدر هو الأكثر رجحانا وهو التيار الذي تم الاتفاق على أنه هو من سوف يبني الإطار السياسي القادم لأربع سنوات القادمة في العراق في الداخل والخارج وسوف يذهب في الأغلبية السنية وبأريحية كردية هذا هو الصحيح وهذا هي الديمقراطية التي طرحت مسألة الامتعاض الشارع العراقي من قواه السياسية الشيعية التي لديها ارتباطات كبيرة منهجية وعقائدية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهناك خلل واضح في إدارة الدولة في مناطق كبيرة من محافظات العراق الشيعية إنجاز للتعبير التي تلمس المواطن فيها المظلومية لذلك كان هناك حقيقة هذا الإطار ولكن نقطة جدا مهمة لحد هذه اللحظة اللاعبين الكبار المشرفين على أداء السياسي العراق والبناء الدولة العراقية بعد 2003 لحد الآن لم يقولوا كلمتهم المفاوضات في فين قائمة على الجولة الخامسة ولا ندري هل أنه سوف يكون تفاهمات ليس في إطار البرنامج النووي أو الصاروخ الباليستي أم أن هناك تفاهمات على موقع أو نفوذ إيران في إطار المنطقة ومن ضمنها العراق أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بغداد الدكتور حازم الشمري أستاذ العلوم السياسية